ولكن احنا شايفين الاجواء النهاردة شايفينها كويسة وشايفينها احنا بنى يومين متابعين او ثلاثة يام متابعين شايفينها انها مهيئة امام اللاعبين لتحقيق المزيد من الانتصارات وتحقيق نتيجة ايجابية كخطوة اولى في طريق صعود المارض الاحمر للنهاي ان شاء الله ويمكن ده احنا حسناه اخر ثلاث ماتشات لما جي مستر مسماني هقولك طبعا هتقول لي طبعا مستر مسماني هو ليحي لا هو الراجل يتفرج وشاف وسمع وتقريبا هو ادار من بداية الفترة بتاعته يعني اول مباراة هو حضرها اعتقد ان هو ادار بنسبة 90% ادار المباراة بعد كده بقى هو اللي بيدين المباريات وبيتفرج كتير هو يمكن يتفرج على عشر مباريات في يومين او ثلاثة يام فعرف كل صغيرة وكبيرة عن النادي الاهلي مستر مسماني ايضا عنده خبرة افريقية عنده خبرة في التعامل مع الماتشات الافريقية لان زي ما احنا عارفين ان هو كان مازيك ساند داون زبل كده وحقق البطولة مرة ولعفكس العالم وكانت لي نتايك ويسة جدا وزي ما احنا عارفين ماتشاتنا معاه كانت ماتشات صعبة جدا فمستر مسماني صاحب خبرة افريقية كبيرة جدا نتمنى ان شاء الله انه يقدر النهاردة في ماتش الوداد باذن الله يقدر يتعامل مع الماتش يقدر يتعامل باذن الله ويقرأ المورا من الاول وباذن الله نحقق نتيجة ايجابية طبعا حيدير اللقاء تاقم تحكيم بقيادة الزنبي جاني سكازوي اللي احنا اتكلمنا عنه مبارح وسكازوي ممكن كان نية مشكلة من سنة ولو نفتكر باذن الله يعني ان شاء الله باذن الله بعد الماتش بس ان شاء الله ربنا يوفقنا وبعدين مش عايزين نتكلم عن تحكيم من الاول ولا في الاخر نتمنى ان شاء الله التوفيق طبعا لطام التحكيم وباذن الله ان شاء الله تستمر العدالة التحكمية لان الحكم خلي بالكم لما يكون موجود في الملعب وانت عندك ثقة فيه بتشعر من جواك انك هتاخد حقك بتلعب بارتياحية اما لو كان الحكم مهتز وضعيف ومتردد بتبقى انت كمان خايف وانت بتلعب بتبقى خايف بتبقى كاشر بتبقى خايف ان انت تعمل حاجة يوم حاسبة عليك ما تطلعش كل امكانياتك بنسبة 100% انت الان في كل ثانية ان ممكن الحكم يعمل حاجة عليك ولو كانت حتى بدون قصد وخصوصا ان الحكم الزنبي كان عليه مشاكل من السنة الفاتت زي ما قلنا ولكن نتمنى باذن الله النهاردة طبعا لان هو عليه كلام كتير فاعتقد ان المباراة متشافة كويس والعين عليها واعتقد ان شاء الله ان هو حيكون غير الفترة اللي هو قبل ما يتوقف فيها